بس انا افتكرت خرافة جان دلوقتي وانا بتكلم معك كانت وانا طفلة كانت بترعبني يعني واصلت في وعي فترة طويلة جدا وعصيت على شخصيتي يعني وهي خرافة منكر ونكير ان انت لما تموت لما كنت بتخيل وموت وكلنا هنموت طبعا انه هيستقبلني المنكر ونكير اول حاجة في القبر المظلم ده يعني مش كفية ان هو هيبقى قبره مظلم والواحد بيبقى حسب الخرافات بتاعتهم بيبقى واعي بكل حاجة وحاسس ان هو ادفن تحت التراب في المكان الدايق ده في طالما لا كمان بيجي له منكر ونكير منكر ونكير حسب وصفهم في السنة يعني في حديث ابن عباس عن الرسول ان هو طلب من جبريل ان هو يوصف له ممكن ولا كير قال له صفهم لي يعني فجبريل قال له ان هم مش هقولك طولهم ولا عرضهم هقولك الا افزع من كده ده جبريل بيقول لي محمد يعني اصوتهما كالرعد القاصف اصوتهم زي الرعد وعينهما كالبرق الخاطف اسودان ازرقان ان يابوهما كالسياصي لهيب النار لهيب النار في افواههما يعني انت خيل بيطلعوا نار من بؤهم ده تذمين بقى يعني عجاز علمي هذا ومناخرهما 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 استنى استنى جورج جورج طالع مخار من مناخرهما وما سامعهما ومنهدانهم كمان تلع نار منهدانهم ويكسحان الارض باشعارهما ويحفران في الارض باصفارهما يعني هما ماشيين بشعرهم طويل بيكنس الارض هما ماشيين وضوافرهم بتحفر في الارض مع كل واحد منهما عمود بن حديد لو اجتمع عليه من في الارض ما يحركوه يعني لو كل البشر في العالم اجتمعوا على الحديد اللي مع العمود الحديد اللي مع كل واحد منهم مش هيقدروا شلوه كلهم مع بعضهم بيسألوا بقى الانسان المسلم من ربك مدينك الاسئلة اللي احنا عرفين هدية ومن أبيك وقال لما يقول ها ها لا قدري وما يكون مش عارفة بيقول ها ها لا قدري فبيروح جانا قيل انه لا دريت ولا تليت وبروح جانا ازعينوا بالعمود الحديد ده فوق دماغهم يبططوا لحد لما يضربوا بالعمود ده اللي هو البشر اللي اجتمع كلهم مع انهم يشيلوا ما يعرفوش يشيلوه لما يضربوه بيتحول لتراب يكونوا ترابا وبعد كده يا ربنا يرجعوا تاني فبقولك لو ضرب بيها يا جبل لا صار اترابا لو ضرب العمود ده يعني العمود ده جبل حيبقى تراب فبالك بالانسان الضعيف فالواحد كان هو صغير بيسمع الحاجات دي هو طفل حس برعب جد وانا كنت بنام كده في السرين مكنش بعرف انام يعني مكنش بعرف انام مكنش بعرف انام فتعد عليا اليالي طويلة ما عرفش انام وقوم ايدي النور وافضل قاعد صحي في السرين افكر في الحاجات دي ما هو الواحد كان بيصدق ما الطفل يعيبه يا جان ان هو بيبقى ضحية لاي حاجة بيتتقلو بيصدقها على طول اي حاجة تقولها له يعني يصدقها ما هو بيتولد صفحة بيضة ما 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 يعني احنا اللي بنملاها بقى اللي حوالين هما اللي نملاها فهو ملوها بالافكار اللي غريبة دي فده اللي بخلك ده خلى واحد يتمسك بالدين 27 سنة جا مش قادر حتى يفنده ما انا برضو عاوز بقى حافظ لما ييجي ممكن راكير يقول لي ما الربك اقول له ربيه الله على طول ما انا لو انا شكت في الدين او ربنا او لعبت مع ربنا ربنا ما حد بيحبش حد يلعب معاه لو انا استسلمت للشكوك والحاجات دي هايجي بقى ممكن راكير بالحطة الحديدة اللي معهم ديت وانا مش حامل حاجة من